من الأخطاء الشائعة في مجال التأثير على الآخرين الجدال ونصيحتي لك لا تجادل لماذا؟ لأنه لا يمكنك الظفر بنقاش جيد إلا تحسن اختيار كلماتك وأفضل طريقة للخروج من الجدل بأفضل النتائج هي أن تتجنب الجدل بالمرة لأنك إن خسرت الجدال ستخسرها وإن ربحتها ستخسرها كذلك لأنك ستشعر بالرضى ولكن الشخص الآخر سيلوك مرارة الهزيمة فقد جرحتك برياء وجعلته يشعر بالنقص وسيحتقر فوزك وبذلك تكون قد خسرته ولن تستطيع إقناعه بما تريد ولا تنسى وقت الحوار خفض الصوت وعدم رفعه أكثر من الحاجة من الأخطاء الشائعة كذلك أن تنصح قبل أن تفهم فيضيع النصحك صداء أطرق دفة الحديث للشخص الآخر وهذه الطريقة هي صمام الأمان لمعالجة الشكاوى فغالبا ما يتحدث الناس عن أنفسهم عندما يحاولون إقناع الآخرين لطريقة تفكيرهم ولكن الصواب ترك الشخص الآخر يتحدث عن نفسه فهو يعرف مشاكله أكثر منك ولكن قم بسؤاله أسئلة ودعه يخبرك شيئا ما فإن لم توافقه الرأي ويحل لك مقاطعته إياك أن تفعل ذلك إياك أن تقع فيه لأنه في منتهى الخطورة فلن يصغي إليك ما دامت رأسه مملوئة بالأفكار التي يحتاج إلى أن يعبر عنها وما عليك إلا أن تستمع له بصبر وتيقذ وشجعه على التعبير عن كفة آرائه حتى تنتهي حالة الغضب ويهدأ من تلك الأخطاء التي يقع فيها من يريدون التأثير على الآخرين أنهم يحاولون إصلاح العلاقة دون إصلاح الموقف ودون إصلاح السلوك تذكر دائما أن الصفحة والتسامحة من أهم عوامل النجاح ومن العوامل التي تساعد الإنسان على أن يصفح ويتسامح الاهتمام بالهدف فقد سئل أحد الحكماء عن رأيه في معارضيه وحساده فأجاب لم يترك ليه اهتمام بهدف وتحقيق رسالتي وقتا للقره والحقد فسلاح الاهتمام بالهدف والتسامح والصفح أهم أسلحة مواجهة المعارضين من الأخطاء التي يقع فيها كثير من أولئك الذين يتصدون لتغيير قناعات الناس والتأثير فيهم تصيط عيوب الآخرين اسأل الشخص الآخر أسئلة بدلا من إعطائه أوامر مباشرة فما من أحد يحب تلقي الأوامر فبدلا من إلقاء الأوامر قم بتوجيه أسئلة فهذه الوسيلة تسهل للشخص الآخر تصحيح أخطائه وتجاوز عيوبه وتجعله يحتفظ بكبريائه وتمنحه الشعور بالأهمية كما تبعث فيه روح التعاون بدلا من العناد وتلك الأسئلة مثل أيمكننا أن نعتبر ذلك هل تعتقد أن ذلك أفضل ربما لو قمنا بصياغتها بهذه الطريقة تكون أفضل من الأخطاء الشئعة في مجال التأثير عدم الاستماع للآخر لابد أن تستمع للآخر بالطبع الاستماع متعب حقا لكنه بالتأكيد خير من وجود خلاف وسوء تفاهم هناك مشكلات يتم حلها بمبرد أن تجد من يستمع إليك الكلام والفطفضة راحة يحتاج إليها كثير من الناس الفطفضة وحدها علاج ألا ترى أن مجرد حديث المريض مع الطبيب يشعره بالشفاء حتى قبل أن يتناول المريض الدواء الذي كتبه له الطبيب كثير من المشكلات تنحل بمجرد أن نفرغ تلك الشحنة من الانفعالات المكبوتة داخلنا فافرد من وقتك مساحة للآخرين كي يتنفس فيها بالكلام دع الآخر يتكلم من الأخطاء الشائعة في مجال التأثير على الآخرين عدم اختيار الطرق المناسبة أعرض أفكارك بطريقة مثيرة فذكر الحقيقة مجردة لا يكفي فالحقيقة يجب أن تأتي سريعة ومثيرة وعليك إتقان فن عرض أفكارك مثل ما تتقنه شركات الإعلانات والسينما والتلفزيون لأن عنصر حب الاستطلاع يستحوذ على انتباه الناس من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس عدم انتقاء كلماتهم تعاطف مع آراء ورغبات الآخرين لو أردت أن تتعلم عبارة سحرية كي تضع حدا للجدل وتزيل الشعور بالضغينة وتولد النية الحسنة وتجعل الشخص الآخر يستمع إليك بإصغاء واهتمام فابدأ كلامك بقولك لا ألومك على الإطلاق لشعورك هذا فأنا لو كنت مكانك لتصرفت مثلك تماما إن جوابا كهذا كفيل بأن يلين من حدة أكثر الناس سفاهة وحبا للمجادلة وقولك هذا سيكون صادقا لأنك لو كنت مكانه وفي ظروفه لفعلت مثله تماما وقل لنفسك إن تصرف هذا الرجل ليس إلا مما قدره الله تعالى عليه كان عبد الله رجلا متحمسا لكن تنقصه بعض المهارات خرج يوما من بيته إلى المسجد ليصلي الظهر يسوقه الحرص على الصلاة ويدفعه تعظيمه للدين كان يحص خطاه خوفا من أن تقام الصلاة قبل وصوله إلى المسجد مر أثناء الطريق بنخلة في أعلاها رجل بلباس مهنته يشتغل بإصلاح التمر عجب عبد الله من هذا الذي مهتم بالصلاة وكأنه ما سمع أذانا ولا ينتظر إقامة للصلاة فصاح به غاضبا انزل للصلاة فقال رجل بكل برود طيب طيب فقال له عبد الله عجل صلي يا حمار فصرخ الرجل أنا حمار ثم انتزع عسيبا من النخل ونزل ليفلق به رأس هذا الرجل الذي سبه غطى عبد الله وكهه بطرف غطرته لألا يعرفه وانطلق يعد إلى المسجد نزل الرجل من النخلة غاضبا ومضى إلى بيته وصلى وارتاح قليلا ثم خرج إلى نخلته ليكمل عمله دخل وقت العصري وخرج عبد الله إلى المسجد مر بالنخلة فإذا الرجل نفسه فوقها فغير عبد الله هذه المرة تعامله قال السلام عليكم كيف الحال فرد عليه الرجل الحمد لله بخير قال له عبد الله بشر كيف ثمر هذه السنة قال الرجل الحمد لله قال عبد الله الله يوفقك ويرزقك ويوسع عليك ولا يحرمك أجر عملك وكذلك لأولادك ابتهج الرجل لهذا الدعاء فأمن على الدعاء وشقر هذا الرجل فقال عبد الله لكن يبدو أنك لشدة شغالك لم تنتبه إلى أذان العصر قد أذن العصر والإقامة قريبة فلعلك تنزل لترتاح وتدرك الصلاة وبعد الصلاة أكمل عملك الله يحفظ عليك صحتك فقال الرجل إن شاء الله إن شاء الله وبدأ ينزل برفق ثم أقبل على عبد الله وصافحه بحرارة وقال له أشكرك على هذه الأخلاق الرائعة أما الذي مر به الظهرة فيا ليتني أراه لأعلمه من الحمار ماذا لاحظت في هذه القصة الشخصيات هي هي لم تتبدل ولكن المواقف هي التي تغيرت تبعا لقانون ما تمنح للآخرين يعود إليك في المرة الأولى كان عبد الله قاسيا مع الرجل فلم يحقق ما يريده منه وأن يذهب إلى الصلاة في المسجد في أول وقتها وإنما فاتته صلاة الجماعة في المسجد وصلى منفردا في بيته هنا أدرك عبد الله خطأ أسلوبه فغير أسلوبه مع الرجل وفتح معه حوارا في المرة الثانية حوارا يدعم الثقة والمودة بينهما ثم بعد أن دعم تلك الثقة طلب منه أن يذهب إلى الصلاة في المسجد فوافق على الفور دون اعتراض المهم لكي تؤثر في الآخرين انتقي ألفاظك وعباراتك وعمل الآخرين بالحسن وأحسن الظن بهم فلطالما استعبد الناس إحسانه هل تريد أن تكون شخصية مؤثرة تؤثر في من حولها؟ إذا أردت أن تكون مؤثرا يجب أن تكون ذا شخصية وكارزمة ومقنعا لمن أمامك فبذلك يكون التأثير أسرع والأثر أقوى لابد أن تكون صادقا في حديثك وأن يكون الصدق مقترنا بالفعل عليك أن تتحلى بالأخلاق والسلوكيات الحسنة في كل مكان وزمان فسيء الخلق أو السلوك لا يستطيع أبدا التأثير على نفسه فما بالنا بالتأثير على الآخرين لأنه سيكون قدوة للآخرين فعليك أن تكون قدوة صالحة لنفسك ولغيرك عليك أن تكون على علم بكل الجوانب التي تخص الشخصية التي أمامك حالتها المزاجية والنفسية وهل هو مستعد لما سيقوله أم لا كل هذه الأمور حتى تكون يكون حوارك مع الآخرين بناء وفعال ويؤتي صمرته المرجوة في التأثير على الآخرين